بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام خناة المراعي لتسمين العجول الأبقار الحلب حلقة اليوم هنتكلم عن خمات نسبة البروتين في خمات الأعلاف يعني نسبة البروتين في الزرة في القمح في الشعير في الزرة في فول الصوية في سمسم في كسب الكتان في جميع مواد الأعلاف هل حدد نسبة البروتين كام وفي نهاية الفيديو إن شاء الله هنعلم حضراتكم إزاي تحسب نسبة البروتين في الخلطة اللي انت عمله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله في بداية الحلقة نعرف مع بعض نسبة البروتين في المواد العلفية في المواد التي تخفي في العلف يعني أنا أعرف نسبة البروتين في الزرة العويجة في الزرة الصفراء في الزرة البيضاء في الشفان في الردة في العدس في الحمص في الشعير في القمح في كل شيء من أي شيء بيخدش في العلفة هنعرف نسبة البروتين الموجودة فيه وفي نهاية الفيديو إن شاء الله نتعلم إزاي تحسب نسبة البروتين الموجودة في الخلط لك كل أول حاجة الزرة العويجة زي ما احنا شايفين في الصور 11% من البروتين أنا هترككم صور عشان تعرفوا ربما تكون مختلفة الأسماء من بلد إلى أخر الزرة العويجة 11% بروتين عند الزرة الصفراء والزرة البيضاء من 8 إلى 10% بروتين بس إحنا حقنا متوسط لإحنا بنحسب نسبة تقربية قلنا 9% بروتين 9% بروتين داية الزرة البيضاء أو الصفراء أما الزرة العويجة قلنا 11% ندخل بعد كده على القمح القمح نسبة البروتين فيه من 12 إلى 14% وهو هناك ليه كده عشان هناك قمح لين وقمح صلب القمح اللين 12% والقمح الصلب 14% بعد القمح عندي الشفان الشفان دا بيستخدم لإستخدام البشر ولكن في بعض بلدان العربية مثل السعودية في بعض بلدان الدول الخليج الشفان موجود بكميات كبيرة فممكن بيدخلوه في مواد العلفية الشفان من 12 إلى 14% بروتين نتكلم بعد ذلك على الردة أو النخالة على حسب ما هي متسمى عندك الردة أو النخالة 11% بروتين 11% بروتين تمام؟ بعد الردة نتكلم عن الرز الرز قبل عملية الطبيط ورز بعد عملية الطبيط 7% نسبة البروتين في الرز أما لو قبل عملية الطبيط هي بياء يعني إزالة القشور هي تبقى أقل من السبعة في بعد ذلك العدس العدس الكويس أو الجودة الخامة 25% بروتين أما الكاسر العدس ممكن يوصل 20-22% كذلك عندي بعد ذلك الفول البلدي الفول البلدي دا طاقة طاقة وبروتين في نفس الوقت من 28% بروتين إلى 35% بروتين حسب الجودة الخامة جودة الخامة هي اللي بتحدد أو جودة الأرض بتحدد نسبة البروتين أحنا أقول 30% بعد ذلك عندي فول الصوية في فول الصوية كحب فول الصوية الحبوب 35% بروتين كذف فول الصوية عندي 48% وعندي 44% تمام؟ بس ما ينفعش أكل العجول أو الأغنام فول الصوية حب بعد ذلك عندي الحمص متوفر الحمص مثلا في دول العراق وفي الأردن وفي الإمارات وفي سوريا متوفر بكمية فأقوله 24% بروتين دي نسبة ويحتوي على كمية كويسة من الزيوت نسبة البروتين الموجودة فيها في الحمص بعد كده تسمسم السمسم لو حب بزيته 20% بروتين أما لو أنا هدخله استخلاص الزيت واللي بيخرج من عملية استخلاص الزيت اللي هو كسب السمسم حوالي 25% بروتين بزرط الكتان 25% لو حب ولو كسب 30% بروتين عندي بعد ذلك بزرط الجو بزرط الجو من 24 إلى 26% بروتين أما المستخلص بزرط الجو ممكن يتروح من 18 إلى 20 كحد أقص من 18 إلى 20 ده مستخلص بزرط الجو أما كسب بزرط الجو نفسه من 24 إلى 26 حسب جوجة الخام لأن الخامات بتتضرب لو خام نظيفة من 24 إلى 26 خام نضربها تبقى أقل أما المستخلص من 18 إلى 20% نسبة البروتين الموجودة عندي بعد ذلك الشعير الشعير من 11 إلى 14% البروتين الموجود فيه ده الموجود في الشعير طيب أدي أنا إحنا كده وضحنا نسبة البروتين الموجودة في جميع العلاف طيب على سبيل المثال على سبيل المثال تعال كده عندي خلطة فيها 500 درة وفيها 300 قصدي 200 فول صوية وعندي 300 ردة على سبيل المثال ده خلطة يعني موجودة خلطة يعني عايز واحد يعرف نسبتها كاف هنيجي الدرة اللي هي 500 أضربها في 9% على 1000 في 9 يبقى 500 في 9 على 1000 هتطلع معايا نسبة الدرة طيب هتقولي عراسي 9 من 2 إحنا ذكرنا إن الزرة نسبة البروتين فيها كاف 9 يبقى 500 دي الكمية في 9 اللي هي النسبة على 1000 طيب بعد كده فول الصوية إحنا قلنا فول الصوية 200 يبقى 200 في 44 على 1000 هتطلع نسبتها فول الصوية طيب الرد 300 في 11 على 1000 هتطلع نسبة الرد واجمع النسب هاجمع النسب كده هتعرف نسبة البروتين الموجودة في كل في كل طيب طيب تعال كده نعمل نسب خلطة بروتين من 16 في المية هنقول 550 زرق زائد 250 ردة زائد 200 كيلو كس فول صوية 44 هنجي نقول 550 في 9 على 1000 زائد 250 اللي هي الردة في 11 على 1000 زائد 200 في 44 على 1000 هيجي واحد يقول انت عرفت النسب دي من 500 دي الكمية 250 دي برضا كمية المتين دي كمية اما النسب بتاعتهم اللي احنا ذكرناها في بداية الفيديو الاول عشان علمك انت تعرف ازاي نسبة الخلط بتاعتك نسبة البروتين فيها كام وضحت لك نسب البروتين الموجودة في كل عالفة منهم في كل المادة منهم نسبة البروتين كام يباحنا كل اللي عملنا ممكن تعمل تحسل البروتين لكل المادة على حدة وبعدين تجمحها يعني تحسل البروتين في الزرة وحدية في الردة وحدية في فرصوية وحدية وبعدين تجمحهم عشان تعرف توصل للنسبة البروتين وممكن تعملها زي من عملت كده 550 الزرة ضربت الكمية كلها وضحت تمام دي زي انت تعرف في الخلط بتاعتك نسبة البروتين كام عندك العجول من تحت وزن الميت كيلو بتحتاج بروتين ما يجلش عن 18% عندك العجول من وزن مثلا 150 ل250 تحتاج 16% بروتين من 250 ل350 تحتاج 14% بروتين من فوق 350 13% لغا تصل 12% يبقى دي الأعمار المختلفة بتاعت العجول لكل مرحلة من العمر بتحتاج نسبة من البروتين يعني عندك العجول العجل هو صغير ممكن ياخد 500 درة ويحتاج بروتين 18% كبر شوية نخلي الدرة 550 طاقة 550 والبروتين نخلي 16 كبر شوية اكتر نرفع الطاقة نخلي 600 تمين ونخلي البروتين 14 فلعجل كلما يكون صغير طاقة بتكبر أقل والبروتين أعلى وكلما يكبر بتكبر الطاقة ويقل البروتين دي نسب اللي انت تعرف تطلع منها نسبة البروتين الموجودة في كل علفة من المواد دي تمام دي احنا وضحنا لك مع بعض نسب البروتين الموجودة في كل علفة ووضحنا كمان ازاي تحسب نسبة البروتين الموجودة في كل خلطة انت بتعمله قناة المراعة تسمين العجول أبقاري حلاب ياريت لو استفدت بأي حاجة اشترك وفعل زر الجرس وياريت يعمل مشاركة للفيديو على الفيسبوك اعمل مشاركة للفيديو شارك الفيديو خلي الكل يستفاد خلي كل اللي عايز يعرف نسبة البروتين الموجودة في العالم يعرف اللي عايز يعرف نسبة البروتين في الخلط لك كل يعرف استفادوا وفيدوا الناس خلي الناس تستفادوا وفيدوا الناس يعني ساهموا في عمل خير وإن شاء الله في ميزان حسناتكم قناة المراعة تثمين العجول كل شكر لسادة المشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة